هذي الجزء الثاني من المحاضرة مال الالكان امثلة اخرى شوفوا هنا كم ذرة كاربون واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة قلنا شنو بيوتان نجي نحسب الهيدروجين ثلاثة خمسة سبعة تسعة المفروض عشرة بالبيوتان فاذا هاي نقص الهيدروجين اذا انش لازم نسميه بيوتيل بيوتيل خلي ان داش行 يعني سلسلة مستقيمة نورمل اختصار حرف ان ان بيوتيل جي هنا هذا المثال الثاني سي اتش اثري سي اتش دو سي اتش سي اتش اثري اكه ربط هنا خط يعني اكه آصر ما nhưم شنو موجود بس حتى تعرف هذا سي اتش اثري سي اتش دو سي اتش سي اتش اثري اذا هذا هم بيوتايل هم بيوتايل بس هذا الكاربون ثاني هذا الكاربون ثاني مرتبط بذرتين قلنا اما نسمي ايزو او نسمي سك او نسمي سك شوف سك بيوتايل سك بيوتايل فاذا اكو كلور هنا رح يصير سك بيوتايل كلورايد هسا الان لو اخلي او اتش هنا انت سمي لي الو اتش نقول علي الكحول الكحول لو اخلي بروم انت سمي لي هنا اكو بروم هذا المركب شوف واحد اثنين ثلاثة اربعة وبالذرة الثانية اكو رب مثيل فقلنا الفرع ممكن نسميه ايزو ايزو بيوتيل ايزو بيوتيل واحد اثنين ثلاثة اربعة والبيوتيل الرابعة تجي بالذرة الثانية ايزو بيوتيل اهنانا عدنا كاربون ثلاثي مرتبط بثلاث مجامع كاربون قلنا الثلاثين سمي تيرت ترجري ترجري بيوتايل امثل اهنانا شوف شوف CH3 CH2 CH2 بيوتو بيوتو بيار هايه مستقيم نخلي ان داش بروبيل برومايد هاذا البروم ممكن اخلي هنا ممكن اخلي هنا إذا خلت هنا هذا ما رح تبقى هذه تتغير CH2 وهكذا هنا نشوف بالفرق أكو برام إيزو بروبيل برامايد إيزو بروبيل برامايد هنا عدنا قاعدة تسمية عالمية يسموها IOPIC جاية من كل حرف من كلمة I International U Union P Pure A Applied C Chemistry اختصار إلى International Union Of Pure and Applied Chemistry هذه يختصوها IOPIC هذه IOPIC يستخدموها في تسمية الألكان هاي موحدة إذا واحد نسأل قديمة إيزو ساك و ساك ترجري نقدر نستخدم هذه الطريقة الطريقة الأولى الخطوة الأولى نقول لك Parent Chain سلسلة الأصلية شنو يعني السلسلة الأصلية نقول هاي مثلا سلسلة أصلية Propane Pantane هاي سلسلة نسميها Parent Chain شنو تعريفه Longest Continuous سلسلة المتواصلة Carbon Chain سلسلة المتواصلة من الكاربون شوف متواصلة يسموها الكين ثنين Branches الفروع البيه On the Parent Chain الفروع بالفروع الموجودة بالسلسلة Are Named As Alkyl دائما الفرة ناقص منه Hydrogen فإذا نسميه Alkyl Methyl Ethyl Propyl هاي الفروع الذي موجوده بالسلسلة رقم ثلاثة Number The Parent Number رقم The Parent Chain Starting ابدا الترقيم من The End That Gives You The Lower Number For The First Branch Principle Of Lower Number يعني أنت تترقم من جهة السلسلة الأقرب للفرع الأقرب للفرع هاي سنشوفها بالأمثلة أربعة Assign Locans To The Alkyl Branch رقم الفروع If Any Alkyl Group Appears More Than One Use Prefix دا إذا أقعدنا أكثر من فرع مثلا CH3 CH3 بدرج كاربون الثانية بكاربون الثالثة نقول دايمثل ترايمثل أو نقول اثنين وثلاثة دايمثل إلى آخر التسمية كلها نكتبها بكلمة واحدة بدون فواصل مثال شوف أقول الصيغة الكيميائية للهكسان Structural Chemical Formula C6H4 أقول لك اكتب التسمية حسب الآيوبك فهناني أقول أكتب هاي صيغة تركيبية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة فأقول وأكمل الهيدروجين خلي بالك كل كاربون يرتبط بأربعة أواصر فأشوف هنا ثلاثة والرابعة مرتبطة بهاي الكاربون بما أنه مستقيم فنقول N داش هكسان N داش هكسان شوف هنا أكو فرق إذا على القديم بالذرة الثانية قلنا نسميه آيزو ونحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة قول آيزو هكسان إذا أرقم منين أبدو الترقيم منا لو منا أقرب فرق واحد اثنين هذا الفرق بينما هنا واحد اثنين ثلاثة فإذا لازم أرقم منها الجهة واحد اثنين بالاثنين قلنا نسميه مثيل مثيل ثنين داش مثيل والسلسلة والسلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بنتان بعد ما أحسب السلسلوية هذا هذا فرع منفصل مثال الآخر أدنى هذا المثال أيضا ترقيم هنا ترقيم منا لو منا شوف نفس واحد اثنين ثلاثة واحد ثلاثة هنا مهم منين ترقيم ابدي لما متشاوي فنقول علي ثلاثة داش مثل بنتان هنا درقة الكاربون الثانية أكو ثنين مثل فنقول ثنين كوما ثنين داي مثل داي مثل واحد ثلاثة أربعة تيوتان تيوتان وهنانا مختلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة نفس الشي منا ترقيم ومنا ترقيم فتقول ثنين كوما ثلاثة داي مثل تيوتان تيوتان شكرا